بسم الله الرحمن الرحيم وحرمه الإعلامية عبير الشيخ بمنازمة زواج ابن تايهومة مريم من الأستاذ مصطفى الجيوشي نجل رجل الأعمال دكتور سيد الجيوشي الحفل الزفاف الحقيقة هاتوا الصور كده أنا بتكلم دي بعض اللقطات من حفل الزفاف حفل الزفاف الحقيقة حضروا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق والنائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأيضا نقيب المحامين عبدالحليم علام وأعضاء مجلس النقابة وكمان كان بشرف حفل الزفاف الساد الواء طارق المهدي محافظ الأسكندرية الأسبق والساد الواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الأسبق والساد الواء سيد نصر السيد نصر محافظ قفر الشيخ الأسبق وأيضا كان ضمن الحضور من نغوم الصحافة الكاتب الصحفي مصطفى بكري وحرمه ونقيب الإعلاميين الدكتور النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين والإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية ريهم سعيد والإعلامي طارق علام وأيضا الإعلامية دعاء عامر والإعلامي سيد علي والإعلامية دعاء فاروق والإعلامية لم يأفهم عبد الحميد نغبة الحقيقة من قبار الإعلاميين كانوا حاضرين والإعلاميات وكان حاضر زمننا الإعلامي أحمد عبد العزيز والإعلامية أميرة عبيد والإعلامية ريهم عياد والفنانة صفاء جلال والفنانة ميرنة وليد والفنانة مديحة حمدي والفنان طارق النهري والفنانة عزة لبيب وصارة نخلة وأيضا من نجوم القرى الكابتن تامر عبد الحميد والكابتن أسامة خليل والكابتن محمد صلاح والإعلامي الزميل الإسلام صادق والمخرج حسني صالح والإعلامي علاء خليل كمان شارك من نجوم السياسة عدد كبير جدا من نواب البرلمان الصابقين والحاليين ورؤساء الأحزاب وكان في مقدمتهم النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وزي ما قلت العديد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وأيضا جميع نجوم قناتي هي والحدث اليوم والحقيقة حضر أو تصدر الحضور لفيف الحقيقة من قيادات المؤسسات الرسمية في الدولة وكان الحقيقة بيحيي الحفل المنشد المحمد المرعشلي والفنان محمود الليسي والفنان إهاب توفيق والفنان سامح يسري والفنان مصطفى أمر والفنان شيكو والفنان فارس والفنان إعصام كريكا والحقيقة وباقة من ألمع نجوم المجتمع ونجوم الفن والرياضة والسياسة كانوا حاضرين هذا الاحتفال اللي بنقول للسيادة النائب ألف ألف مليون مبروك لمريم يا ربي فرح قلبك دايما وفرح قلبها هي وعنصها دايما